كشف مسؤول حكومي عن توقعاته بأن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب قد يوجه ضغوطا متزيدا على العراق لإجراء إصلاحات تتعلق بقضية الفصائل المسلحة في حال عاد إلى سدات الحكمة وتزداد المخاوف في صفوف الفصائل المسلحة العراقية من أن يتبنى ترامب سياسة أكثر صرامتان تجاه هذه الفصائل بما في ذلك الضغط على الحكومة لنزع سلاح الفصائل أو الحد من نفوذها في البلاد ويرى المسؤول أن ترامب قد يسعى إلى تهديئة الأوضاع في المنطقة بشكل ظاهري لكنه في الواقع قد يتبع سياسة أكثر عدوانية لتنفيذ أهدافه خاصة إذا كانت تلك الأهداف تتعلق بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة ويتسم أسلوب ترامب في معالجة التهديدات بالقوة المفرطة وهو ما يجعل من المرجح أن يعيد تبني نفس النهجة الذي كان قد اتبعه خلال فترة ولايته الأولى في التعامل مع الفصائل العراقية